السلام عليكم صلوا على رسول الله في خاطري شيء ودي أكونه اسمح هذه القصة العجيبة فضل أذكار أذكار يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار المساء أذكار الصباح أذكار ما قبل النوم ما بعد النوم إذا صحيت وانت راقت في الليل يعني صحيت مثلا لأي حاجة عندك تبي تروح الحمام تكرمون أو أي شيء أو تجلبت ووعيد بطلت عيونك في ذكر لازم تقوله لازم تتعلم هذه الأذكار لأن هذه الأذكار تحمينا في كل وقت هي تعتبر السد المنيع للإنسان من الشياطين من الجن من الإنس من كيد الكائدين من حسد الحاسدين اللي يحسدك اللي يضربك بعين اللي يغشك اللي كذا الأذكار تحميك سبحان الله تحميك من الهموم تحميك من الغم تحميك من أمور كثيرة جدا الأذكار فلا تفوت الأذكار في أي وقت أي وقت عندك وقت اذكر الله تقاعة تنتظر اذكر الله في السيارة اذكر الله لا تسكت دائما يكون استغفر ربك صلي على الرسول تقول لا إله لله محمد رسول الله أذكار كثيرة بمكان نحن نقولها طول اليوم وهذه كلها تسجل لنا حسنات يوم القيامة اسمع القصة في واحدة من اللهل تقول أنا هاي الإنسانة طبعا يعني أذكار المساء وأذكار الصباح وأول ما تقول دائما إلسانها رطب بذكر الله ودائما تقرأ قرآن وتختم ما شاء الله كل سبوع سبوعين كل شهر مرة مرتين تختم دائما تذكر الله إذا فاضي دائما تحصلها قاعد تتسبح وتذكر الله تقول يوم من الليام أنا كنت يالسف البيت يالسف الغرفة تروحي ما حد عندي تقول أنا متكي وقاعد أقول أذكار أذكار الله تذكر الله قاعد أهل يالسة هذه غرفتها فيها جبس تقول الغرفة تسبينها الجبس ديكور شكلها حلو تقول وأنا يالسة شيء هاليالسة هذه تقول شركت شركت يعني غصيت يعني قمت 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 كح فتقول أنا يالسة هاليالسة لما شركت قمت يعني يد شيء على جدام قاعد أكح سبحان الله سبحان ربك يوم من يحفظك يوم أنت تقول أذكار دائما تقول الجبس اللي في الصقف طاح من الصقف وين طاح وراي تقول تخيل لو هالجبس الكبير هذا لو أنا كنت يالسة على ورا كان طاح على راسي وصار شيء لا يحمد عقباء تقول بس رب العالمين هو الحافظ رب العالمين هو المدبر يعني هذه الشرقة تقول أنا لا شرفت ماي لا سوي شيء أنا قاعد قاعدة عادية جدا قاعدة أذكر الله وسبحان الله يتني الشرقة شوفوا من رب العالمين يتني الشرقة شركت وقمت القومة هذه قطاح الجبس وراي سبحان الله اللهم لك الحمد حماها فسبحان الله يعني الأذكار تحمي الإنسان سد منيع لك من جميع شرور الحياة فهذه الأذكار هدية من رب العالمين أننا نذكره دائما لأنه يحمينا في كل وقت من أوقات حياتنا